إذ يخرج الأمر عن سياقه ويصلط الضوء على زاوية دون أخرى تلتبس الحقيقة لكن نظرة من الأعلى تكشف جزءا منها قد لا يود الكثيرون سماعه ليلة السادس والعشرين من حزيران دهمت قوات مكافحة الإرهاب مقرا لميليشيا حزب الله في الدورة جنوبي بغداد فاعتقلت عددا من عناصر الميليشيا وخبيرا إيرانيا بحسب مصادر أمنية في تحرك يتيم أمام استفحال ظاهرة الميليشيات وسطوتها على الدولة في التفاصيل قوة تتألف من أربعين عربة مدرعة اقتحمت مقر ميليشيا حزب الله في قرية البعيثة في منطقة الدورة والتي هجرت الميليشيات سكانها اعتقلت القوة أفراد المجموعة وصدرت ثلاث منصات لإطلاق صواريخ الكاتيوشا وأجهزة ملاحة وتحديد مواقع وأخرى للتفجير عن بعد فضلا عن أسلحة مزودة بكاتم لصوت من سياق العملية تكشف مصادر أمنية أن مداهمة الليلية كشفت معملا لصناعة الصواريخ بإشراف ثلاثة خبراء إيرانيين يشاركون ضمن ما يعرف بخلايا الكاتيوشا التي قصفت سابقا للمنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وقبلها مطار بغداد وبالرغم من البروبوغاندا الإعلامية التي رافقت العملية إلا أن توابعها كشفت جزءا حاولت الحكومة بتلك العملية إخفاؤه فالميليشيات ملأت شوارع بغداد بعددها وعتادها والأكثر من ذلك اقتحمت المنطقة الخضراء واستعرضت هناك هل يحدث في دولة أن يعتقل مسلحون خارج المنظومة الأمنية فيهب زملائهم معلنين شبه سقوط الدولة وتثار ضجة إعلامية بين مؤيد للعملية ومعارض ما يكشف أن الميليشيات باتت فعليا حكومة ظل أو دولة موازية تستقل بكيانها وقراراتها قادة الميليشيات صعدوا من خطابهم التصعدي ووتيرة التهديدات بين إغراق البلاد بالفوضى واتهام الكاظم بالعمالة بيد أن محصلة العملية تكمن في ضجة واقتحام واستعراض لمجرد اعتقال عدد بسيط من عناصر الميليشيات فإلى ما سيأول الأمر إن قرر أحد ما مواجهة آلاف العناصر وعشرات الميليشيات التي تحكم سطوتها على العراق